نعم الشيخ مازلنا في نعم ننتقل إلى الشيخ الآل المختار نعم المختار من أخلاقه عند التعامل مع الطلبة أو في معاملة الطلبة أحيانا الشيخ المختار كنت إذا رأيته في الشكل هكذا في الظاهر تهابه وتقول هذا الشديد سبحان الله لكن سبحان الله إذا داخلته لا تجد ألينا منه سبحان الله شفتم مثل هذا نعم سبحان الله نعم 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 صحيح فهذا من أخلاقه فهو مع هذا كان يعامل الشدة في محل الشدة نعم ما شاء الله وكانت له فراسة عجيبة والله هذا ما وجدت في الأمين لكن المختار كانت له فراسة عجيبة فمثلا لسبيل المثال لو أتيت إلى الشيخ المختار كما حصل هذا برارة وتكرارة في المسجد معه وأنت طالب مثلا تلتقي بأول مرة فقد ينظر إليك وتفرس فيك شيء ويقول أنت كذا مثلا من جهة النسب والانتماء وكذا يفعل هذا الشيخ وهذا وقع منه وأنا بحضرتي أذكر أن طالبا أو أنا رجلا كان يأتون من الجامعة الإسلامية موظف وكذا يستمعون فالشيخ لما جاء أحدهم في يوم من الأيام وصلنا على الشيخ قبل بده درسه وكذا فالشيخ نظر إليه في وجهه وقال أنت من ذكر اسم بلدي وما أعرف جهة من نجد وكذا من هذه البلات عربيا من هذه البلات وقال أنت من تلك البلات من هذه البلدة وذكر اسم البلدة فقال هذا الرجل قال نعم قال أنت من بني كذا قبيلته والله لا تكادون تصدقون فقال نعم هذا الرجل تعجبت عجبا وبعد ذلك ما كان يراني إلا يتذكر قضي فإذا رأى لي يسلم يقول كيف الشيخ سبحان الله كان موظف لم يكن ناجي كان موظف انتهى من التعلم ونتوظف هذا من الفراسة والشيخ مع هذا كان إذا جاء الطالب يسأله فهو أيضا سبحان الله لفراسته أسئلة بعض الطلبة لا يجيب عليها سبحان الله أيضا نعم فيقول لبعضهم كما وقع هذا منه قال لطالب أنت إذا جئت من الاستفادة أفدتك وإذا جئت لغير ذلك ركلتك برجلي حتى تخرج من باب المسجد سبحان الله سبحان الله سبحان الله لأنه لا يفعل هذا مع جميع الطلبة كان يتفرس يقول مثلا يقول بعضهم قال لبعض الطلبة يأتون ينقل الكلام من العلماء وليس اللي أنه يريد يستفيد بس يسمع كلاما من هذا العالم مثلا ويغر الصدور مثلا ويأتي ويسأل كأنه يريد أن يعلم وليس كذلك يريد شيء آخر ما أدري سبحان الله والله شيخ هذا من ثلاثتي ماشا الله كيف يعني كيف ما هو يجيب ألا يزل هؤلاء هذا الواجب يا شيخ هذا الواجب يعني العلماء الواجب أنهم يعني مثل هالطلبة يركلون هو قال أركلك برجلي والله إليتهم يركلون يا شيخ من باب المسجد سبحان الله إليتهم يركلون يا شيخ هذا من أخلاق الشيخ شيخ الآن أنا أتصور وأنتم في المسجد القديم لا مراوح لا قديما الحمد نعم نعم ما كان في لمكيفات ولا في شيء الجلد والصبر كيف يسمون هذا المسجد القديم 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 نعم نعم كان يجلس شيخنا تحت سارية من سواري هذا المسجد القديم رأيت نعم وكان يجلس على الأرض مع بصات هكذا جيد وما يجلس على الكرسي وعطوا له بالكرسي فقال لا سبحان الله وما في ميكروفونات شيخ ميكروفونات ميكروفونات فيه لا لا ميكروفون الشيخ أعطاه الله صوتا ما شاء الله ما شاء الله مثل صوتي شيخنا نعم 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 كان هذا صوت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أيوه فحتى كان أهيانا يخفض صوته لا إله أن هناك شخص آخر من الأهل العلم يجرس يجرس أو كذا هذا من عدب العلم أنا محمد المختار أي محمد المختار يخفض صوته وليس هناك ميكروفون لا إله صوت ميكروفون ماشا رحمه الله رحمه الله رحمه الله فهذا بعض أخلاق الشيخ وكان الشيخ من أخلاقه نعم ما الجيدة أنه كان يخفي ما له من أعمال أو أمور طيبة قد يمدخ الإنسان عليه نعم عليها فكان لا يريد أن يضخل ماشا الله منه شيء من هذه الأمور يخفيها إخفاء نعم رحمه الله وكان يخلص كثيرا والله ومن ذلك أني وصلت إلى هذه البلاد وهو قد شرع في شرح سنن النسائي الذي سماه شروق أنوار من الكبرى بكشف أسرار شروق أنوار من الكبرى الإلهية بشرح أسرار سنن الصغرى النسائية ماشا الله هذا اسم شره للنسائي ماشا الله هذا اسم شره للنسائي جيد وهو شارع فيه نعم وكان يمشي ببطء في شره قلت له متى تنتهي من هذا الشر لأنه كان أحيانا إذا قرأ أو إذا وضع كتابه جزءا أو كتب جزءا وسنحت فرصة منه معي يقول لي يقرأ لي يا عبد الرحمن هذا الجزء يستمع ومعنوه يتهمن يسمع كيف يعني رأيت كان يفعل هذا والله فكان بطيعا كان بطيعا لما قلت له متى تنتهي منه فقال يا عبد الرحمن أنا أؤلف ما استطعت أن أنهيه منه سيستفيد الناس منه أما ما لم أستطع أؤلفه وأن أشرحه فما علي أن أشرحه حتى يقرأوا فيه حتى يقرأوا فيه لا سبحان الله إذا استطعته بالأشرحه ويستفيد منه صح لي هذا كان من أخلاقه رأيته كان هذا من أخلاقه يعني يراعي فهم الطلبة نعم يعني يتأنى في الشرح حتى يفهم الجميع هو حتى يفهم الجميع ويخلص في عمله إن شاء الله رأيت تأني مع إخلاص نعم وكما سبقا قلت أيضا من أخلاقه التي تتعلق بالإخلاص أنه سأله سائل كبير شخص كبير في السنة في هلقى الوقت كان من أصدقائه يأتوني المسج يسمعون وليس الطلبة لكن يلازمون المجيد نعم 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 يجسون استمعون فقال له هذا الشيخ قال لي الشيخ ما لك تعليف تعليف ما رأيت لك تعليفا نعم فقال له الشيخ ماذا تفعل بتعليفي أنا نعم فقال ذلك الشيخ أستفيد منه قال تستفيد منه قال نعم وكرّ الشيخ عليه هذا السؤال تستفيد منه قال نعم تستفيد منه قال نعم فأنا أسألك الآن هل عندك تفسير ابن جريري الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن اسمه هذا التفسير نعم هذا إمام المفسرين نعم فقال ذلك الشيخ نعم عندي هذا التفسير قال له هل عندك فتح الباري فقال أيضا عندي فتح الباري في البيت قال هل قرأت هذه الكتابين جميعا فقال ذلك الشيخ قال سبحان الله ما انتهيد من من الاستفادة من هذه الكتاب التي تريد مني أنا أؤلف لك وقبل من أؤلفك صحيح أنا كلها فسكت ذلك الشيخ نعم وأنا فقصت الشيخ لكن الشيخ بعد كل هذا قال لذلك الشيخ أبشرك عني في في شرح النسائي أنا الآن أشره النسائي كما تريد تريد تعليم هذا لكن لم ينتهى منها الشيخ نعم ما انتهى منه أنا المال الذي قلت لك هو كان بطيا بطيا لو لو انتهى منه لو أم كان ينتهى منه ينتهى منه كدبله خمسة عشر جزاء وهما ما انتهى من ثلاثة جزاء سبحان الله ها هذه الكتب موجودة هنا طبع 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 نعم نسخة نسخة جديدة نسخة قديمة ثلاثة جزاء مفرقة ونسخة جديدة كان مجموعة فيه مجند واحد هذا من أحوال الشيخ أو إخلاصه وهكذا ننتقد الشيخ فكان ومن أخلاق الشيخ هذه مسائل كثيرة لكن هذا بعض ها نذكرها نعم الشيخ يقول لي دعاه شيخنا عبدالعزيز بن باس أن يدرس في الجامعة وهو يقول ما كنت أريد هكذا قال لي لكن أخير قبل سبحان الله فلما فته الجامعة بعد فتح فلما دخل معهم جاءت مرحلة مرحلة الدراسة العليا ففتحوها وطلبوا من الشيخ أن ينتقل إليها في قسم التفسير فالشيخ سبحان الله يقول لي ما رغبت فيها قل لي ماذا لا أنا كنت أسأله هكذا قلت لماذا قال الله يا عبد الرحمن تكون هناك مسائل أنا حتى الآن في الكلية هناك أمور في نظري تحتاج لتحجل فقط تحتاج لماذا شيخنا؟ تعديل نعم يجعلوا كذا ولا يجعلوا كذا أنا أرى كذا لكن ستكون هناك أمور أراها تستحق التعديل ولا أستطيع مغير ولو قلت لهم غيروا ما سيفهمون فلو فعلت هذا بهم لو قلت صرحت لهم بهذا سيكرهون ما أقول ويكرهون ويكرهون وهو ما يغيروا إذن وأنا لا أستطيع أن أكون معه في تنفيذ ما أراه يحتاج لتعديل ولست مطمئنا إليه وأنا أفعله فإن أقلت فقالنا لا أريد أن أدخل إلى الله وضع الشيخ كله سبحان الله ما من حواله وإخلاصي وحاتنا ورغينا خادم